موسيقى ما تنسو اشتعملوا سبسكرايب القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ما بين مؤيد ومعارض تبين الاراء حول تأجيل امتحانات السنوية العامة تبينت اراء عدد من الطلاب واولياء الامور حول قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل امتحانات الصف الثالث السنوي الى 21 يونيو المقبل مع اتاحة الفرصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا وغير الرغبين في اداء الامتحانات هذا العام الالتحاق بامتحانات العام المقبل واحتسابه دور اول لهم وليس دور ثاني وشدد على توفير كل الاجراءات الاحترازية من تعقيم وغيره للحفاظ على صحة الطلاب وعلى الرغم من ذلك هناك طلاب واولياء امور فضلوا ان تكون الامتحانات في معايدها اول يونيو لان الوضع يسوق يوما بعد يوم مشيرين الى وجود الفيروس لأجل غير مسمى في مراحب اخرين بالقرار لسببين اولهما اعطاء فرصة اكبر للطلاب لمراجعة المنهج مرة اخرى والثاني هو تخفيف الضغط العصبي والنفسي لديهم بسبب زيادة الاصابات حاليا الالتحاق بكلية الهندسة حلم ينتظره احمد حسن 18 عاما طالب بالصف الثالث السنوي العام واحد سكان منطقة فيصل منذ نهاية المرحلة الادادية وحصوله على مجموعة عالية مكانه من الالتحاق بالسنوية العامة وبدأ الحلم يكبر معه وجعله يقرر ان يتخصص شعبة علم رياضه كي يكون قريب من تحقيق حلمه ومنذ بداية هذا العام حرص حسن على المذاكرة بشكل جيد مكانته من اجتياز امتحانات المدرسين بأعلى الدرجات ولكن مع بداية الفصل الدراسي الثاني تبدل الوضع رأسا على عقل ووجد نفسه مضطر ان يعتمد على حاله بشكل كل في المذاكرة وذلك بعد اغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعليق الدراسة داخل المدارس فيقول السنة دي اغرب سنة شفتها في حياتي ومش عارف لسه مخبيان ايه تاني واضف انه فرح بتأجيل الامتحانات نظرا لزيادة اعداد الاصابة خلال هذه الفترة الدنيا كلها خايفة تنزل من البيت واهلينا كانوا مرعوبين من زلنا وانا يا حسن حديثه بقوله بتمنى بعد كل ده اني اجيب مجموعة يدخلني الكلية اللي باحلم بيها وده تحدي بالنسبالي في حين رفضت ملك سعيد 17 عاما طالبة بالمرحلة السنوية شعبة ادبي من سكان منطقة رود الفرج تأجيل الامتحانات حتى نهاية يونيو لكون الفيروس موجود دون الحديث عن نهايته تقريبا فتقول من وقت تعليق الدراسة واحنا قاعدين على اعصابنا ومحدش فينا فاهم ايه اللي بيحصل مضيفة انها كانت تتمنى ان تظل الامتحانات في موعدها اول يونيو كي يخف الضغط النفسي والعصب التي تمر به خلال هذه الفترة والمشكلة ان السنة دي هي السنة الوحيدة اللي بيتحدد فيها مصرنا واي حاجة هتجيب هيضيع تعبنا طول السنين اللي فاتت واوضحت انها تعتمد على نفسها في المذاكرة بشكل يومي كي تكون على اتم الاستعداد لاداء الامتحانات في اي وقت ما كنتش متوقعة انها تتأجل تاني لان الوضع بيصعب كل يوم عن الاول من جانبها سلوى محمد 43 عام ربت منزل تقتل بمنطقة الهرم وولية امر طالب بصف الثالث السنوي شعبة عائل معلوم تقول انها مع تأجيل الامتحانات حتى نهاية يونيو كي تكون هناك فرصة لمعرفة كيف سيكون الوضع مع بداية التعايش مع الفيروس والمعلن عنه منتصف يونيو المقبل والتأجيل في مصلحة ولادنا مش ضده لانهم كده كده قاعدين في البيت وهيخليهم يذكروا مدة اطول مضيفة انها ستجعل ابنها يدخل امتحانات هذا العام كي يضيع سنة من عمره في ظل التأكد من انتهاء الفيروس قبل بداية العام التالي وقالت السنة دي صعبة تتعايش مرتين ان شاء الله يمتحن السنة دي ويدخل كلية الصيدلة اللي هو عوزها واختلف الوضع كثيرا عن دراشة احمد 35 عام من سكان المحلة وولية امر اللي طالب بالمرحلة السنوية شعبة ادبي استرق ان التأجيل منافي لصحة الطلاب ويدعالهم عرضة للاصابة بالفيروس بسبب ارتفاع عدد الاصابات وعدم انخفاضه فتقول الوضع مش بيتحسن بالعكس عشان كده كان مفروض يمتحنوهم في اسرع وقت ممكن مضيفة ان الاجراءات الاحترازية المفروض اتباعها داخل اللي جان كما هي لم تختلف شيء في حين تأجيل الامتحانات والمشكلة ان الفيروس شكله مطول معانا ولو الوضع ساء اكتر من كده اكيد هيأجله الامتحانات وانها تراشع حديثها بقولها ربنا يستر وتكون دي اخر مرة للامتحانات انها تتأجل عشان ولادنا اعصابهم تعبت اشتركوا في القناة